اهلا وسهلا بحقاتكم اعزائي ومشاهدين والمتابعين وحلقة جديدة من مواضيع دكتور كارلوس تيبس اللي هنتكلم فيه النهاردة عن موضوع مهم جدا وهو تكوية وتكسيف الرموش وكمان الحواجب اه طبعا ما فيش شك ان الرموش اه هي حارس العين مش بس كده ده كمان هي اه مصدر جمالها وجاذبيتها زي ما الشعر بيزين اه الرأس كمان الرموش بتزين وبتزيد من جذبية العين لكن في بعض الناس اللي بيعانوا من تساقط وكمان بيبقى قلة قلة كسافة الرموش وده بيكون لعدة اسباب ويمكن علاج اه تقوية او تطويل الرموش وتكسيفها زيه زي علاج تساقط الشعر زي ما احنا اتكلمنا قبل كده في حلقة تساقط الشعر وهسيب لكم برضو رابط الحلقة تحت اللي احنا عارفنا ان اول خطوة فيه خطوات علاج تساقط الشعر هو معرفة السبب اللي بيؤدي الى التساقط وعلاجه وبعد كده بناخد الحاجات الموضوعية اللي بتعالج وبتقوي الشعر عشان تمنع التساقط فبرضو نفس الفكرة في تساقط الرموش اول خطوة في علاج تساقط الرموش هو معرفة السبب الرئيسي لمشكلة حدوث تساقط الرموش يمكن الاسباب عديدة اول سبب فيها ممكن يكون تساقط الرموش ده هو انيميا فقر الدم فبالتالي احنا مطالبين اللي احنا الناس اللي بتعاني من تساقط الرموش اللي احنا نعمل تحليل الدم عشان نعرف نسبة الهموجلوبين ولو فيه انيميا نعالجها بالعلاج المناسب حسب الحالة او حسب ما يوصف الطبيب العلاج المناسب لعلاج الانيميا كمان ممكن من احد الاسباب اللي ممكن تؤدي الى تساقط الرموش هي حالات الاجهاد والارهاق كمان ممكن يكون خلل في الغدة الدراكية فبالتالي برضو اول خطوة في العلاج هو اللي احنا نعمل تحليل الغدة الدراكية عشان نشوف لو فيه اي خلل نبدأ نعالجه حسب ما يوصف الطبيب المعالج للحالة كمان ممكن اه بتزيد فرصة تساقط الرموش للسيدات الحوامل والمرضعات فبالتالي بننصح دايما اللي احنا نهتم باخد الاخد المكمل الجزائي المناسب اثناء فترة الحمل والرضاعة عشان يعوض نقص الفيتامينات والمعادن للسيدة الحامل او المرضعة فبالتالي عشان نمنع او نقلل من فرصة حدوث تساقط في الرموش اه كمان ممكن يكون السبب اخر سبب وهو اكترهم انتشارا هو ان السيدات اللي بتستخدم مستحرات التجميل الخاصة بمنطقة العين والرموش زي المسكرة او محدد العين اه ده بيبقى له اثر سلبي على الرموش وبيقدي الى جفافها وتقصفها وبيعرضها للتساقط فبالتالي بننصح السيدات اللي بتستخدم مستحرات التجميل بكسرة ان هي تختار منتجات تكون اه مركة كويسة يكون اقل لاضرار شوية وكمان نصيحة تانية ان هي ما تسيبش مستحرات التجميل فترة طويلة يعني في بعض السيدات بيسيبوا المسكرة او الايلينر على عينيهم اه ويناموا به ده غلط لايما لازم قبل ما ننام نستخدم مزيل المكياج الخاص بمنطقة العين ونزيل اي اثار لمستحضات التجميل على العين دي كانت اهم الاسباب وزي ما احنا قلنا دي اول خطوة في طريق العلاج لمشكلة تساقط الرموش اللي احنا نتجنب السبب ده او لو في مشكلة نعالجها بالاضافة اللي احنا نستخدم المستحضر الموضعي اللي بيساعد في تقوية الرموش وساعد في تطولها اللي هو اللي هنكلم عنه النهاردة هي اطرات اسمها اطرات ايه هي قصتها وازاي بتستخدم وايه هي موانع استجدامها وهل هي امنة لاستجدام او لا ده اللي هنعرفه مع بعض اطرة هي اطرة بتحتوي على مادة اسمها يمكن في بعض الدول ما بيبقاش اسمها بيسموها اللتيس او اللي اتنين حاجة واحدة بيحتوي على المادة الفعالة واحدة اسمها ايه هي قصتها دي دي اصلا من انتاج شركة اسمها دي شركة رائدة في مجال اطرات العين. وكانت عاملة الاطرة دي. الاطرة دي معمولة مخصوصة علشان علاج مشاكل العين اللي هي الجلوكوما والمية الزرقة على العين. واسناء عمل الدراسات والابحاث وجدوا ان من اثارها الجانبية بتأدي الى تطويل الرموش وتكسفها. وكمان بتديها اللون الداكن. آآ فبدأوا يتجهوا وفعلا خدوا ويعتبر اول دواء اللي هو اول دواء مصرح له ومرخص من هيئة الجزاء والدواء الامريكية كعلاج لتطويل الرموش وتكسفها. آآ ايه هو عبارة عن اطرة بيبقى عبارة عن محلول سائل وكمان معها الفرش الخاصة بها عشان نبدأ نحطها على الرموش. لكن طبيقة استخدامها مهمة جدا اللي احنا نعرفها. عشان نتجنب اي مشاكل ممكن تحصل من استخدامها. اهم حاجة اللي احنا ناخد بالنا واحنا بنستخدمها ان هي ما تخشش جوه العين. هي لو دخلت جوه العين مرة او مرتين في خلال مدة استخدامها ما فيش اي مشكلة. لكن لو دخلت ممكن تعمل بعض الناس مش كل الناس ممكن تعملوه محمرار وحكة وتحيق للعين. وكمان كتر استخدامها ممكن يؤدي الى مشاكل تانية فبالتالي ناخد بالنا كويس قوي اللي احنا نستخدمه بالطريقة اللي هنقول عليها بعد شوية ونتجنب دخلها للعين. كمان اه ما ينصحش اللي احنا نستخدمها او ما ينفعش اصلا اللي احنا نستخدمها تحت في الجفن السفلي بس على الجفن العلوي. لان لو استخدمناها على الجفن السفلي بيؤدي الى ظهور الهالات ومشكلة الهالات اللي بتحدث نتيجة لاستخدامها اه اللتيس او الكرب رست بالاسف اللي هي بتقعد فترة طويلة جدا على ما يروح تأسرها ممكن توصل لشهور وبيبقى شكلها مزعج جدا. فبالتالي لازم نلتزم اللي احنا نستخدمها بالطريقة الصحيحة. بنجيب اه القطرة ونفضي نقطة منها في الغطة بتاعها. في الغطة بتاع القطرة. اه اول حاجة قبل ما نستخدم القطرة. لازم نقصل وشنا كويس جدا بالغسول بتاعها. وكمان نشيل اي اثار للمكياج. او اه اي اثار للمكياج والمسكرة على العين. وكمان الناس اللي بتبقى لابسة عدسات لازم تشيلها. ما نفعش نستخدمها اثناء ارتداء العدسات اللاسقة. اه بعد كده بناخد قطرة او نقطة من القطرات بنحطها في الغطة بتاع اه بتاع القطرة نفسها وبنفتح فرشة موقمة اللي موجودة مع اه القطرة اللتيس. اه برضو الصورة هتظهر وهتعرفه انا بقول ايه على الفرشة دي. لازم نستخدم الفرشة المخصصة بتاعتها. ما نفعش نستخدم فرشة المسكرة. لازم نستخدم الفرشة المخصصة. وبعد كده بنغمس الفرشة دي في اه النقطة اللي احنا حطناها في الغطة لحد ما تتشربها تماما. وبعد كده بنجيب الفرشة ونغمض عين. بنسيب العين مغمضة ونعمل الفرشة على الجدور بتاعت الرموش العلوية. الجدور بتاعت الرموش العلوية فقط. طبيعي لما بنقفل ونفتح العين بتبدأ السائل بيوصل من فوق لتحت من الرموش العلوية الرموش السفلية مرة يوميا مساء. نقرر عملية ديت في العين التانية برضو ناخد نقطة واحدة نحطها في الغطة بتاع القطرة وبفرشة تانية خاصة فرشة جديدة بيبقى معها مجموعة فرش كتير. ناخد العين النقطة دي نغمسها في الفرشة لحد ما تتشربها. وبرضو على العين التانية في الرموش جدر الرمش العلوي فقط. نستدمها مرة يوميا مساء هي نتيجتها بتظهر امتى? نتيجتها بتظهر بعد حوالي اربع اسابيع. طيب نقدر نستدمها لحد دي نقدر نستدمها لحد تلات شهور متواصلة ما فيش اي مشكلة منها لحد ما نوصل للنتيجة المرغوبة. طيب بعد ما بنوقفها هل بيرجع يتساقط الشعر مرة تانية? هو الصراحة بعد حوالي اربع او ستة اسابيع من توقفها بيبدأ يتساقط الرموش مرة تانية لكن احنا ممكن آآ نحافظ على الرموش دي اللي احنا نستخدمها جرعة وقائية بس يعني بدأ بنستخدمها مرة يوميا مساء احنا نستخدمها مرة يوميا مساء لحد ما نوصل لنتيجة المرغوبة وبعد من كده بنستخدمها مرتين اسبوعيا بس كجرعة وقائية او حاجة عشان نحافظ على النتيجة اللي احنا وصلنا لها وما تستخدم الرموش مرة تانية. طب الكيربروست او الكيربروست او اللاتيس دي قطرة ولو مش موجودة ممكن نلجأ اللي احنا نستدم حاجة اسمها اللوميجان. ايه قطرة اللوميجان دي? اللوميجان دي برضه هي نفس المادة الفعالة اللي هي البيماتوبروست آآ بيماتوبروست نفس المادة الفعالة لكنها مش مخصصة لعلاج تطويل الرموش هي مخصصة بس لعلاج الجلوكومة والمية الزرقة بتاعت العين بس احنا ممكن نستخدمها بنفس الطريقة الاستدام ما ببقاش مع الفرش بنجيب الاطرة برضو نفضيها في الغطرة بتاعها نقطة واحدة برضو نفس الطريقة بالزبط بس مبدل ما عاش الفرش احنا بنجيب اعواد اللي هي الاعواد القطن اللي بنضف بها الودان وبناخد طرف من الطرف الاطراف دي بنجمس النقطة ونستدمه على العين والطرف التاني النقطة التانية للعين التانية برضو نستخدمها نفس الطريقة مرة يوميا مساعد قبل النوم طيب لو ما فيش دي او ما فيش دي او سعرها غالي او آآ الناس متخوفة لانها بتستخدم لعلاج الجلوكومة او المية الزرقة بتاعت العين ومش عايزة تستخدم حاجة زي كده ومحتاجة اللي هي تستخدم منتج تاني يكون متخصص في تطويل الرموش الفولتن ايلاش ده احنا كنا تكلمنا عليه قبل كده في حلقة حلقة تانية وعرفنا ان هو ممتاز جدا بيحتوع الفيتامينات اللازمة لتقويت وترتيب الرموش وبيساعد في تطويلها وتكسيفها وكمان بيساعد في آآ تكسيف الحواجب ده عبارة عن الحاجة زي المسكرة كده سائل سيرم جانب الفيتامينات والفرشة بتاعته زي فرشة المسكرة بنجيبه بنستخدمه على الرموش نفس طريقة المسكرة بالزبط مرتين يوميا او ممكن مرة يوميا ما فيش مشكلة الميزة اللي فيه ان هو نقدر نستخدمه قبل استخدام المسكرة التجميلية كوقاية لان المسكرة ممكن تأدي لجفاف وزي ما احنا قلنا وتساقط الرموش فممكن نستخدمه قبل وضع المسكرة عشان يعمل وقاية وحماية للرموش من اضرار المسكرة التجميلية ونتيجته بتوصل برضو في خلال اسبوعين يعني اسرع من اللاتيس بتوصل في خلال اسبوعين لكن برضو بنستمر عليه تلات شهور عشان نوصل لنتيجة كويسة جدا وممكن استخدمه باستمرار ما فيش منه اي اضرار جانبية واامن للاستخدام يمكن زي ما احنا قلنا ان سواء الفولتن او اللاتيس او الكيربروس نقدر نستخدمها كمان على الحواجب لتكسيف الحواجب برضو بيجيب نتيجة ممتازة جدا اه في نقطة عايز اقولها قبل ما انهي الحلقة الناس اللي بتسأل على الاسعار انا ما بحبش اقول الاسعار او ما برضاش اقول الاسعار ليه لان المنتجات اللي انا بعرضها كلها منتجات عالمية اه متوفرة في كل البلاد انا دايما ببقى قاصل لانا اجيب منتجات عالمية عشان كل الناس اللي بتتبعني تقدر تستفاد بالمنتجات اللي انا بقولها يا منتجات ممتازة ومتوفرة في كل البلاد وما انها منتجات عالمية هي منتجات سعرها مرتبط بالدولار فبالتالي بختلف سعرها من بلد للتانية فمنفعش اقول لسعرها مسلا بالمصري والناس اللي في السعادية عايزة تعرف سعرها والناس اللي في الجزائر والناس اللي في المجرب كل المتابعين عايزين يعرفوا سعرها حسب العملة اللي موجودة عندهم. سعر الدولار بيختلف سعر الصرف آآ يوم عن التاني واسبوع عن التاني فممكن يكون ولا بعرض الفيديو دلوقتي يكون لها سعر وبعد اسبوع او بعد عشرة يام لها سعر تاني. واصلا الناس اللي بتتفرج على الفيديو مش شرط ان لها في نفس اليوم تروح تشتري المنتج. في ناس بتشتري بتفرج على الفيديو بعد شهر بعد شهرين بعد سنتين بعد سنة ايا كان فبالتالي الاسعار بتختلف حسب ما الشخص اللي هيشتري المنتج يكرر ياخده. فبالتالي احسن حاجة له ان هو يعرف اسم المنتج ويروح لاعرب صيدالية متوفر فيها المنتج ويسأل الصيدالي الموجود عن السعر. ولو كان السعر مناسب ومهتم ان هو يشوف يجرب المنتج ويستفاد بنتيجه. يشتريه لو سعر مناسب له. لو السعر مش مناسب ممكن يسأل الصيدالي بكل سهولة عن منتج يكون انتاج محلي بيكون نفس التركيبة. لان اه الصيدالي بيبقى عندهم خبرة ويبقى عندهم فكرة عن المكونات بتاع كل ده. فبالتالي ممكن يشوف اي منتج محلي نفس المكونات نفس الفعلية ويكون سعر اقل شوية. اه لا والسعر مش مناسب. فدي اه يارد تكون الامر ده واضح لان فيه ناس كتير بتسأل الاسعار وازوروني انا مش قادر اقول عصعاري عشان الاسباب اللي انا قلتها دي. يارد تكون وضحت ووصلت المعلومة. وكده اكون خلصت حلقة النهاردة وفيديو النهاردة يارد تكون استفاد. ما تنساش لو عجبك الفيديو تعمل لي لايك. وكمان تعمل له مشاركة عشان نستفيد الكل. وكمان لو لسه مشتركتش معي في القناة يارد تشترك معي. وتفعل زر الجرس عشان توصل لك الفيديوهات الجديدة اول ما تنزل. ودمتم بالف صحة وعافية.